وتعالوا نتلقى أول سؤال النهاردة من حضراتكم من الأستاذة هدى أستاذة هدى أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرك يا فانت جزاك الله عنا كل خير مجزاكي الله يبارك في حضرك يا حاجة عودة أنا كنت عملت من مدة كده الحج وجيت عند التوافل النهائي بقى اللي أنا هروح فيه وجات لي البروت جات لي الحض يعني فما عملتوش طيب فعايز أعرف موقف الحج في الموضوع ده إيه طيب يبقى أنت مش بتكلمة طيب فيه سؤال تاني كمان اتفضلي طبعا اتفضلي طيب شكرا أنا بكف اليتيم ربنا يبارك لك يا رب بياكل ويشرب وودت المدرسة وبندفع مصاريف مدرسة ومصاريف دروس وحاجات زي كده هل أعتبر الحاجات دي من زكاة المال طيب خليني ونمرت تلاتة بقى حضر يلا 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 أنا فيه عندي سؤال في الورث بس هيبقى طويل شوية فلو سمحت هو مكتب حضرتك فين ممكن أبقى في أي فضة كده تشرفين في دار الإفتة في عندنا درس مع دارة الحساب الشرعي بتتلقى كل أسئلة المواريس ونشرف بحضرتك طيب يا حاجة عودة أول سؤال حضرك سألتيني على مسألة الطواف وكان بيتكلم عن طواف الوداع طواف الفريضة أنت بتطفيه مع المجموعة بتاعتك فأنت طفتي طواف الفريضة اللي هو بعد عرفة يعني بعد ما جيتي من عرفة وبعد ما رميتي روح تطفتي طواف الوداع روح تطفتي طواف الإفاضة لكني بتكلميني عليه طواف الوداع فأنت طواف الوداع أنت جارك الحيد فما قدرتش تطوفي طواف الوداع وطواف الوداع احنا عنفتيك بماذا بإنه هو طواف الوداع ده والطواف سن فمش هيبقى عليكي حاجة خلاص فاحنا دلوقتي يبقى أنت مش عليكي حاجة وخلاص وربنا سبحانه وتعالى يكون بريكرك في حاجاتك وما تتوسسيش حاجة هودة السؤال الثاني سألتيني هو دلوقتي أنا كفلت طفل يتيم وانت بتقولي أني أنا عندي زكاة فهل يمكن أن تكون الزكاة دي لأنه هو لهو فرع وارس ولا هو أصل من الأصول يمكن أن تكون دي من زكاة المال هو عندنا مشكلة المشكلة أن احنا عندنا أنت التزمت بنفقته التزمت بنفقته ولكن اللي راجح أن يجوز أن أنت تعتبري هذا المال من مالي الزكاة لتغليب مسألة أن الأصل والفرع هنا بيكون أمور نسبية مش أمور تطوعية والكفالة اللي انت بتكفري بيها دا الكفالة دي نوع من أنواع التطوع وليس من نوع من أنواع الوجوب فلذلك يجوز أن أنت تجعله هذا المال في من مالي الزكاة وإن شاء الله ربنا يبرك لك وإن شاء الله ربنا يجعل كل دا في ميزان حسناتك ترجمة نانسي قنقر